لا زوة هنا.. ملخونا القاسم حاجة عليه كيف كيفك ايضا كميبنا كانوا يفهمون ألي خير إن شاء الله إن شاء في غردايا غردايا هي معروفة بشكل وشكل عروس الصحراء مدينة واديمزاب ومدينة القصور السبعة القصور السبعة هذين قاعدات موجودات في غردايا ويوجدون بشكل واحد منهم بلا اسمها قصر غردايا لكن قبل نحكلك عن القصور السبعة نحكلك مع المدينة هذه مدينة هذه أعتقد أنها أغرب مدينة في الجزائر مدينة مميزة جدا المدينة هذه فيها تنظيم هرامي على أعلى الهرم عندهم سلطتين السلطة الروحية وهي اسمها سلطة العزابة والسلطة الاجتماعية التي فيها هي أعيان المدينة وتحت السلطتين هذين يتفرع عن العشايا وتحت العشايا العائلات وهذا تحكم المدينة من قبل السلطتين الموجودات فوق العزابة ومجلس الأعيان هنا عند مدخل القصر دائرين لافتة يوضحوا فيها نمط الملابس المسموحة والملابس الغير مسموحة مثل الملابس الكسيرة حتى الشباب من يلابس شرطة حسنا هذه اللافتة قديمة يعني حتى ألوانها راحت يعني معناها أن العادات هذه من زمان ومازالوا محافظين عليهم نوري كم حاجة هنا شوفوا شو المكتوب يرجى استيحاب المرشد السياحي من المكتب وهذه على فكرة مش حاجة شكلية أو حاجة مكتوبة كخلاص هذه حقيقة هنا عشان تقدر تمشي داخل القصور هذين لازم يكونوا معاكية إما مرشد سياحي إما أحد من سكان المدينة معنا باش يكون معاك واحد يعرف المنطقة ما تضيعش لا قدر الله بلك يستععك مشكلة ما أحد السكان يا جماعة بنحكي لك مع ريسا يكابلتي هنا هي عادة التدوير قال لي أنا أغلبية الحاجات ميرموهنش بالعكس يستبديوا منها عشان يحافظوا على البيع و عشان يستغلوا الموارد بأقصى طريقة ممكن يعني قال لي مثلا فوق البني هذا السقاف قال لي السقاف هذا من جذع المخلق وفوق طبقة أخرى من السعف وفوق أحجار أو جيرة أو شيء آخر عندك ياسيدي أيضاً أخرى مثلاً السعف بتاع النخلة حتى نحن كنا ندير فيها بليبيا زمان وهنا مزالهم محافظين أليها ما هي؟ السعف بتاع النخلة يديروا منها في الطوعة يديروا منها في القفة ويديروا منها في النشاشات لأن الحرارة هنا أعالية النشاشة هنا حاجة أساسية جدًا شكراً لك حلق شكراً لك نعم شكراً لك شكراً لك الله يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله أطرقت باب الرجاج أشك إلى مولايا ما أجد بس الفرسان هذا رات عمر المختار طبعا شاولي أول ما لبسه جماعة قد يقولوني نفسي بتاعت عمر المختار احك حسب أنا الغرضية ayrụ يعني واثلنا كيف وصل إلى المدينة على طوب الأول ما شفت الجماعة قايتم قاد إي نشته بس قالتهم ممكن نصور معاك Miranda لبساه نأله الر reinfor إنه الي BS Oni العريس صلحة وعطانين نفسي هناك pac��orns الجامعة التي قدامنا هذا هو جامعة قصر غرداية أول حاجة مبنات في القصر هذا وعلى فكرة كلمة قصر ليس معناها القصر اللي هو مبنى قلون القصر لا، قصر اللي هي كيفما يقولون نمط عمراني نمط عمراني صحراوي اللي هو يكون مسجد وحوالي البيوت وحوالي البيوت هذين هو الصور الخارجي يحمي المنطقة وهذا هو قصر غرداية اللي إحنا فيه وحوالي طعوبة كوية تنمين البدع تيغوي الشورنز زهر تيكل محفا انت الحمامة كرم ها؟ سمبريرو حسن لننزل بكم في المايدة بتاعة الغدارة لأنها بعض اللفة كلها في الشمس الواحد جاء 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 يجب أن يتغذى ولازمها ملخونة قاسم حاجة عليه كيف كيفك سبّلنا قاعد في الحليب لأن الحليب دي راش يشربوه مع الكسكس وهنا طعام كسكاس ولا اوشو بقوني طعام كسكاس بالعربية اوشو بقوني بالمظامية نحن غرق هايههه طبعا غردايايا نفينش سحره لهيايا سحره رملية سحره انا هايهه سخرية اوصلت امس لكن اليوم قررت اني لازم افضل صلوانة من غردايا انا واحدة من الحاجات الي يلبسوا فيها الرجالة سكان غردايا شو ها هو صلوانه كلنا؟ هذينا كلنا بيحولهم طبعا الخيوض هذينا هكي تارفة سروال جديد كيف تكون شكرًا بالميزة بيت باش يحفظ شكرًا قصر هذا تابع لقصر بن يزقن اللي ساكن فيه قاسم لكن الفرق إن القصر هذا جديد معنى كمل البناء في 2004 يعني مش من القصور التاريخية موجودات هنا فعشانك يتلكوا طريقة البناء أحدث وقال لي حتى حصل حصل جواز عالمية اللي هنا جائزة نوبل السلام حصل جائزة نوبل السلام لأنه ميكان وسالم جدا لا لا قلنا من الجواز حصل 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 مركز ثاني في كوب 22 حصل جائزة أنظف حي في الوطن العربي أضن وعدد جواز أخرى يعني ما عندي فكرة واسعة الجواز اللي اخذه رب يبارك ما شاء الله اوكي بنمهي الفيديو هنا بانطلون الموريح هذا وأنا عرفت أريح بانطلون البستة في حياتي توجيهي لبس اللبسة لمشكلاتي هذي على فكرة هذي مش لبسة بنوم زب هذي القميص الفوقي من الصحراء الجنوب والذي تحت من المخلط على بعضها لكن مشات الحكاية نصوروا فيديو خاص بالغردية الفيديو سيكون قصير لكن هناك فكرة معينة لازم تقدروا هينزلوا بروح الفيديو وتواننهوا الفيديو من هنا بيكم تنشروا فيديو هذا في كل مكان وكان عجبكم وانا متأكد ان عجبكم من المخلط على زورها وانتراكوا في الفيديو الثاني هيا يا سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باملا واقع helped ك equipo